حدديلي أزمة ياسمين مع المرأة في المجتمع أزمة ياسمين زي أزمة أي بنت زي أزمتك أنت شخصياً إحنا بننكر ليه؟ عايزة السياغة تختصر اللي دفعتي عنه كتير وبتجيبي سيرته كتير وبتدخلي سراعات عشانه في الآخر بتتأذي بسببها يعني أنت موقف حنين حسام ده أول رد ترد عليكي كان من عمر سحصاح فاكراه؟ لا طبعاً مش فاكراه وحياة ابني وحياة أنا عايزة أقولك أن أنا معظم الردود أصلاً صحفي في اليوم السابع قال ياسمين رئيس موهبة محدودة وحضور باهت وكثير من الضجيج قال فرضها زوجها على السينيما على حساب فنانات كبار وقال بتسعى للتعويض عن قصرها الفني بالأشعات وبحياتها الشخصية وأخبارها الشخصية وأن أنت بتثيري الجدل على السوشيال ميديا عشان تعملي لنفسك أهمية لكونك مش قادرة تعمليها كفنانة مهمة كممثلة تقيلة هو قال كده؟ أه طيب أقول له إيه طيب؟ ده رأيه سؤالي علشان ياسمين بتدخل خناقات عايب أن أنا أتدخل في رأيه بتدخلي خناقات أنا سؤالي أنك بتدخلي في خناقات علشان المرأة في المجتمع المصري بتدخلي خناقات علشان حق المرأة عشان النظرة للمرأة اديني رأيه ياسمين المختصر في الجزئية دي إيه تحفزك على وضع المرأة في مجتمعنا اللي بيخليك تدخلي الصراعات دي هو وضع كل الناس شايفاه مالها الوضع إيه شايفاه للوضع إن إحنا لسه في حقوق سميه يعني سمي الشيء بإسمه لسه في حقوق لسه في قوانين لسه في عقليات إيه اللي خلاك تقوله لمواطن درجة تانية يعني في حاجات كتير في مسواف الأجور في مسواف الفرص في مسواف الحقوق لأ إحنا لأ إحنا عندنا مشاكل إحنا عندنا لسه قوانين محتاجين نشتغل عليها بس إنتي عندك مشكلة مع الذكورة ياسمين صح؟ ليه مش عارفة تقوليها؟ يبقى أنا ممكن تكون دي شخصيتي و أنا مش عارفة مش عارفة تقوليها ممكن تكون دي شخصيتي أنا يعني دي تكون فيا في تركيبي في تكويني بس يعني ما عنديش ما عنديش شعار أقدر أرفعه وأقدر أقول في كده وفي كده يعني أنا شايفة أن أنا عادي زي زي أي ست عندي مشاكل في الشارع عندي مشاكل في القوانين عندي مشاكل في الحقوق عندي مشاكل في المسواف عندي مشاكل في الأجور في الفرص في كل حاجة ودي حاجة مش جديدة دي عندي أي ست يعني حتى لو سألت راجل هيقولك أيوة صح موجودة مش هينكرو وإحنا بنشتغل عليها ومش إحنا بس إحنا والمنطقة العربية كلها بتشتغل عليها ويهو كل شوية بيحصل تطور ومع ذلك أنا مبسوطة أن أنا ست أنا 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 يعني اكتشفت أن أحلى حاجة حصلت لي أن أنا ست إزاي أنا كنت بحاول أن أنا يعني أكون أخشا علشان أكون قادرة أن أنا أتفاعل أسهل في المجتمع لا لا أنا ست ومبسوطة أن أنا ست وست كبارة كمان وأمي كمان وأمي كمان وأمي سليم الأمومة عملت إيه في شخصيتك؟ خلتني أن أنا قاعدة قدامي جديد دلوقتي خلتك تحبي أكتر كونك ست كمان؟ طبعا 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 طبعا